في سياق حقوقي استنكرت رابطة أمهات المختطفين المماطلة في الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بقضية 14 معتقلا تعسفا بسجن بير أحمد في عدن وقالت الرابطة في بيان لها إنها تلقت بلاغا يفيد بإضراب المعتقلين بسجن بير أحمد عن الطعام احتجاجا على إيقاف الإجراءات القضائية في عدن ما تسبب بإيقاف ملفات قضاياهم وأشارت إلى أن المعتقلين يتعرضون لسوء المعاملة والحرمان من حقوقهم الصحية ما جعلهم عرضة للأمراض وطالبت الرابطة الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي بالوقوف مع المعتقلين وإنصافهم والضغط من أجل تحريك القضاء وإنهاء أمد الاعتقال التعسفي بحقهم وإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان إننا رابطة أمهات المختطفين استنكر المماطلة في الإجراءات القضائية والمتعلقة بقضية المعتقلين والتي بدأت في 19-8-2020 وانتهت في 24-12-2020 مما يطيل أمد اعتقالهم ويضاعف معانتهم فهم يتعرضون لسوء المعاملة والحرمان من حقوقهم والتي جعلتهم عرضا للأمراض وتدهور حالتهم الصحية ومواقهة الموت البطيئ إننا أمهات المختطفين ومن وقفتنا هنا أمام مزل القاضي المحكمة الجزائية ندعو إلى العودة للإجراءات القانونية في قضية 2017 معتقلا تعصفا من أبنائنا في سيغنوين أحمد